في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم احترق بيت في المدينة في الليل فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه فأخبروا أن هناك بيت احترق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم الله سبحانه وتعالى جعل العلاقة التي تكون بين الإنسان وبين هذه النار عداوة ولذلك لما ذكرها الله عز وجل في القرآن ماذا قال قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين الأمر الأول جعلها الله عز وجل تذكرة أن يتذكر الإنسان النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين يوم القيامة الأمر الثاني متاعا للمقوين للمسافرين ولمن أراد أن يستفيد من النار في طعامه وغيره لكن في أصل النار هي عدو للإنسان وكم رأينا من الحرائق هذه الإشارة وهذا التوجيه النبوي حري بنا أن نتفهم في هذه الأيام للأسف الشديد اليوم بعضهم من يأخذ النار على أساس أنها والله لعبة فيبدأ يضع النار ثم بعد ذلك إما أنه يقوم فيتركها وإما أنه ينام من باب أنه يدفع ثم بعد ذلك تأتي بالويلات ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتتبع النار في بيت أهله فيطفئ هذه ويطفئ تلك ما خافت هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما النار عدوا لكم وفي الواقع إن هذه النار عدوا لكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ضرر هذه النار في الدنيا وفي الآخرة اشتركوا في القناة